السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد على قناتكم اوبي از زون اليوم سنقدم لكم واحد الدرس على التمرين البدني والجهد البدني وتأثيره على الجسم هذا الدرس سنقسم الخمسة ديال الاجزاء كل الجزء سننضر فيها على مبدأ وعلى كيف يخدم في الجسم وماذا تأثيرات التمرين الرياضية على الجسم اذا فرجة ممتعة اتمنى انكم تستفيدوا معي اتبعوا الفيديو حتى الاخر واتنسوا التعمل بالاعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يوصلك ديما كل جديد اذا المبادئ الخمسة التي سننقشوا في هذه الفيديوهات اولا هو مبدأ التوازن ثم مبدأ التحميل الزائد مبدأ الخصوصية القابلية للانعكاس ومبدأ الفرضية اذا كل مبدأ من هذه المبادئ لديه الخصوصية في الجسم وعنده المتغيرات التي توقع له لديه مجهود بدني معين لكي لا نطور عليكم الفيديو سنقسم هذه الفيديوهات كلما كان مبدأ اولى اثنين سنشرحوهم في فيديو نتمنى انكم تتابعونا واتبعوا هذه السلسلة لكي تستفيدوا شكرا لكم جميعا اذا نبدأ بالمبدأ التوازن كلنا نعرف بان الجسم الانسان من مجموعة المتغيرات ومن مجموعة الانظمة والاجهزة التي تحاول الديمة انها تبقى في حالات توازن فمثلا لدينا نسبة الاكسجين لدينا الحرارة لدينا الهرمونات ومعدلهم لدينا حمضية الدم لدينا ايضا نسبة السكر في الدم اذا كل واحد من المتغيرات لدينا اضافة الى مجموعة المتغيرات لدينا الاخرين نضم واحد القيمة معينة في الجسم والجسم يحاول يحافظ عليها دائما اذا مع تأثير المجهود بدني معين فان هذه الانظمة كامل تختل والجسم دائما يحاول انه يرجع الى التوازن اذا نعطى واحد المثال البسيط هو مجهود بدني كبير العضلة التي تكون تمارسها المجهود البدني تكون محتاجة الى التغذية وتكون محتاجة الى اكسجين اذا سيخصها الدم اذا هنا الجسم يرسل واحد الرسالة للجهاز العصبي والغضة للصماء سيخبره بانه هذا العضل العضلة محتاجة الى الدم ماذا يدع الجسم؟ تجواب على ذلك الهرمونات التي تختص في توسيع العرق تولي الاوعية الدموية اعريضة اكثر لكي تصل الى الدم وايضا عدد دقات القلب لكي يرتفع لكي يضخ واحد العدد كبير للكوريات الدم التي تغذية اكسجين اذا الجسم في نفس الوقت يحاول انه يوظف الدم الذي كان في الجسم ويصف طول هذه العضلة ويحاول انه ينقص من النسبة في الاعضاء التي لم يحتاج له مع المثال الماعدة ويحاول انه يوجه هذه العضلة التي تكون محتاجة لهذا الدم اذا الى هنا قد نستطيع الاشتراحة المبدأة التوازن وحاولنا انا نشرح لكم مثال واحد كيفاش ان الجسم يخضع المجموعة للتغيرات وكيفاش ان الجسم يحاول تضبط مع هذه التغيرات وكيفاش تسالي الموجة المشهود البدني كي عاود يرجع بصفة تدريجية الى حالة طبيعية اذا انتظروا نفقية الاجزاء ديال الشرح ديال هذه المبادئ الاساسية ديال التمرين نتمنى انكم تكونوا بصحة جيدة وما تنسى مناش بالدعم ديالكم شكرا